بعد سنين من تجاوز أزمة عاشتها الجزائر قضية الإسلام السياسي تعود مرة أخرى تزامناً مع الحملة الانتخابية بعد انسحاب بعض الأحزاب الديمقراطية وتسطر الأحزاب الدينية المشهد العام وبينما تخوف البعض من فوز هذه الأخيرة بالأغلبية البرلمانية يرجح آخرنا أن الأحزاب الدينية لم تعد بنفس التوجه وأنها لا يمكن أن تنحرف عن المبادئ العامة للدولة الجزائرية الإسلام السياسي في الجزائر كإديولوجيا أو كتطرف لم يعد كسابقة هو تحدث عن التسعينات المشهد السياسي الجزائري لا يتحمل مزيد من التلاعب أو توظيف الإسلامي في المجال السياسي أعتقد أنه حقيقة أنه لا مجال لعودتهم من جديد ولكن إعطاءهم الفرصة أو إعطاءهم مناصب سياسية أو سيادية سامية سيؤدي إلى إمكانية إعادة تواغلهم من جديد من جهة أخرى رصد المتابعون للحملة الانتخابية تغيرا واضحا في محتوى خطاب هذه الأحزاب رئيس حركة حمس حاول الظهور بشكل أكثر تفتحان بينما تضمنت قوائم حركة البناء الوطني شخصيات غير محسوبة على التيار الإسلامي أعتقد أنه سيكون هناك تضييق على الحرية في الجزائر حتى وإن كان مثلا بين جرينا الإخواني أيضا يقول أن مثلا قال أن الحجاب هو ظاهرة اجتماعية ورشح العديد من غير المحجبات في قوائمه لكن ستكون هناك المفاجأة لأن الإسلاميين ليس لديهم يعني لا يلتزمون بكلمتهم وربما ستكون هناك مفاجأة سيتكون تضييق على الحرية لأنهم حتى في البرلمان السابق وقفوا ضد قانون تجريم العنف ضد المرأة ورغم الجدل الحاصل يؤكد مراقبون أنه لا يمكن التكاهن بهوية البرلمان القادم فالكثير من المترشحين الأحرار لم تظهر بعد انتماءاتهم الإيديولوجية ورغم التغير الواضح لخطابات الأحزاب الدينية بالجزائر ومحاولتها الظهور بشكل أكثر تفتحا وتقبلا لا يزال التيار العلماني يتخوف من سياساتها الإقصائية في حال فوزها بالأغلبية البرلمانية من الجزائر سارابانا أليعو